بحضور سعادة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة والأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة وعدد من المسؤولين والإعلاميين كرمت دائرة الثقافة بالشارقة خمسة وثلاثين مبدعا ومؤلفا وباحثا من المواطنين والعرب الذين صدرت لهم مؤلفات عدة تفاصيل أوفة مع مرسلان سعود الكتبي في إطار حرصها الدائم للاحتفاء بمؤلف إصداراتها كرمت دائرة الثقافة بالشارقة العديد من المؤلفين والمفكرين الذين ساهموا في تأليف إصداراتها لعام 2017 الماضي وذلك خلال حفل أقامته في مقر الدائرة طبعا تم تكريمنا هذا اليوم بناء على إصداري لكتاب تكوين العقلية التاريخية وهو من الكتب التي تعالج كيف يمكن لنا أن نبقي عقلية تاريخية وفقا للأسس والمنهجيات الأكاديمية والطرق العقلانية فضلا عن التعرف على أبرز المدارس التاريخية التي يمكن من خلالها الدراسة وقراءة التاريخ ومن ثم بعد ذلك عادة كتابة التاريخ وفقا لهذه الأسس المنهجية والمنطقية وجاء هذا الكتاب ضمن سلسلة الإصدارات التي طبعتها دائرة الثقافة بحكومة الشارقة ويأتي هذا الحفل بمثابة تشجيع للعطاء وتجسيدا لما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من اهتمام بالفكر والعلم والثقافة ما بوى الشارقة لمناسب رفيعة كعاصمة للثقافة العربية والإسلامية وعاصمة عالمية للكتاب التكريم اليوم هذا يعني أنا أعتبره شيء مهم بالنسبة لنا احنا الشباب لأن هذا هو الدعم يعني احنا نتكلم مثلا دايما ندور الدعم معناوي قبل المادي فاليوم هذا التكريم هذا يعتبر يعني يدافع لنا أن احنا نستمر يعني احنا نكتب وعمالنا أصلا نقدمها هي بالنسبة لنا تكريم يومنا أعمالك تشوفه على الستيج على المسرع لكن اليوم في مناسبة مثل هاي أنا أعتبر شيء مهم بالنسبة لنا وتحرص دائرة الثقافة على الإسهام بدور فاعل للارتقاء بالذائقة الفكرية والأدبية والفنية إيمانا بأثر الثقافة والعلم في النهوض بالأمم بفكر ونهج مستنير ويأتي تكريم مؤلف إصدارات الدائرة لما لهم الدور الفاعل في إثراء الساحة والمكتبة الثقافية بإصداراتهم من رسائل جامعية وإبداعات إماراتية وعربية ونقد ومسرح وأدب وطفل وغيرها الكثير من الإصدارات الممتعة في إطار أهداف الدائرة في نشر الثقافة والأدب العربي من خلال إصداراتها في المجالات المختلفة تحرص على الاحتفاء بمؤلف إصداراتها وتكريمهم بما يمثل دعما لهم لإخبار الدار سعد الكتبي من دائرة الثقافة بالشارقة